بسم الله الرحمن الرحيم هنكلم عن مجموعة من ال-problem اللي بتناقش الفرق ما بين ال-nominal interest rate وال-effective interest rate فأنا عندي نوة مسألة بتقول إيش How much total interest would be if you borrow How much total interest would be if you borrow 1,500 دولار for 3 months خلي بالك at rate 3.4% per month compound monthly per month compound monthly طيب What percentage of original land in this interest amount إيهي النسبة بالنسبة لل interest بالنسبة للمبلغ الأصل Resolve the problem عيد حل المسألة لو كانت 3 على 4% per month simple interest يبقى فكركم بالsimple interest تعالوا مع بعض نقول والله interest first month 75 75 اللي هي عبارة عن 3 تربع بس في المية بتاتة تربع على مية المباوينت 0075 1500 هيعمله في الشهر 11.25 طيب المبلغ أصبح هينضاف compound ما نحب نحسبها حتى حتى الinterest هينضاف للأصل يصبح المبلغ الأصلي 1500 زائد 11 في 0.0075 يطلع الرقم ده ينضاف للمبلغ و 0.0075 أيضا يطلع الكلام يبقى total interest بتاعتك الفايدة اللي عندك في سنة 11 وربح في سنة 11.33 في سنة 11.42 يبقى المبلغ الإجمالي الفايدة الإجمالية 34 دولار لو عاوز تجيب نسبة 34 دولار إلى المبلغ الأصلي هنقسم 34 دولار على المبلغ الأصل 1500 يبقى كأن الزيادة بتاعتك 2.27 في المية واخد نبالكم يبقى أنا حسب الinterest المطلوب الأول حسب نسبة هذه الinterest الفايدة دية بالنسبة للمبلغ الأصلي طيب لو هي كانت أصلا سعر فايدة ها سعر فايدة إيش سيمبل بنول المبلغ في المدة 3 سنين في سعر الفايدة اللي عندي يطلع 33 نسبة 33 دية على الأصل يبقى 2.4 لكن 2.7 يبقى الكمبوند فرق عن السعر الفايدة السيمبل 15 ألف طبعا داربة لكن نحن ندرس حالات معينة at some time in the future بعد وقت معي وقت the minimum number of years بعد كم سنة تدفعهم له 15 ألف إذا كان الinvestment للإستثمار بتاعك بيك 17% على شام ما تبقى شربة تبعتها له بعد كم سنة كأن البرزنت معروف والفايدة أيضا معروف وسعر الفايدة معروف المجول in خلاص هنقول والله الفيوتشر اللي عندي بتساوي البرزنت في الفاكتور اللي هو to find f given b اللي هو أنا لو أنا حافظ القانو 1 زائد i to the power in يبقى الفيوتشر عندي معروف 15 ألف والبرزنت اللي هو 10 ألف و1 زائد i سعر الفايدة 10% 1.1 to the power in المعدد دي كلها كل اللي فيها معروف ما عاد المجهول إيش المجهول in يبقى أنا قدر أقول والله 1.1 to the power in بيسوي 15 ألف على 10 ألاف يبقى 1.5 علشان يكون رقم في القس وتحاول تجيبه خد lin الطرفين يبقى تاخد lin هنا ولن هنا يبقى lin الكلام ده يبقى تيجي in قبل lin يبقى lin lin 1.1 يساوي lin الكلام قدر أجيب lin بتاعتي يساوي 4 سنوات 2.5 يبقى بعد 4 سنين وربع المبلغ هيبقى 15 تعالوا نشوف كمان مسألة سهلة عندي البرزنت بتاعي عبارة عن 2000 وعدد السنوات اللي عندي 9 وسعر الفايدة اللي عندي عبارة عن 10 في 100 سعر الفايدة اللي عندي 10 في 100 هدين بالكو ف لكن الدفع اللي عندك بهذا الشكل الدفع في السنة الأولى وبعدين فوت السنة الدفع هنا فوت سنة ودفع هنا فوت سنة ودفع هنا وهكذا واخبلك كأن الالفين هنا في السنة الأولى أنا عاوز أجيب الكلام ده فيه هنا هو مش هتتضرب في فاكتور لكن الالفين التانيين ها إيه اللي هيحصل يبقى هتضربوا في الفاكتور تفاين بي جيفن فو سنتين وده تفاين بي جيفن فو 4 سنين وده تفاين بي جيفن فو 6 سنين لأن ده بعد سنتين ده بعد 4 ده بعد 6 وبعدين 8 8 دي آسف إن دي 8 يبقى في الحالة ديت ده حل لكن في حل آخر ممكن أحول العشرة في المية بدل ما بير يير طيب فايدة الحقيقي لو 1 زائد ال R اللي هو العشرين في المية على السنتين لكل أسس سنتين نقص واحد نجيب سعر الفايدة الحقيقي للسنتين يطلع 21% وفي الحال دي قادر اعتبر الكلام ده كله أبرا عن أنيوال أنيوال بالك 2000 to find F واخدين بالكو to find F given A وخمس سنين يطلع الكلام ده هنا برضو هو عاوز يجيبها عند ال F في السنة 9 يبقى هنا 9 قبليها بسنتين يبقى أول رقم بتحط زي ما هو وبعدين يرجع ده سنتين يبقى مش 6 يرجع ده أبل بسنتين يبقى أربعة أبل بسنتين يبقى اثنين يبقى ممكن ده حال وده another solution عن your uncle has offered to make 5 per year deposit into an account in year name starting now you have agreed not to withdraw any money until the end of 9 year ما فيش سحب خالص you plan to remove يتبقى بتخطط أنت يتبقى 3000 dollar further you plan to withdraw the remaining amount in the three equal year and installments after the initial withdraw to zero out of account indicate that cash flow for your uncle عبارة عن 10% you want to have have to this way to to have have to that you have to have 700 dollar to have to 3 4 5 and after that you have have to to have 3 000 and have to to لمدة سنة 2 3 4 5 ثم يبدأ السحب اللي عندي دفعة وحيدة ثم 3 دفعات متوالية لحد ما ينتهي العمر 12 سنة أجيب الكلام ده ازاي تعالوا مع بعض نشوف الموضوع بسهولة اللي عندي السبعمية دول لو حاوز أجيبهم هنا في البرزنت أجيبهم ازاي دفعين بيجيبيني وخمس سنين يبقى الكلام ده أصبح اللي تحت ده عاوزو يكافئ اللي فوق ده الكافئ اللي فوق ده ازاي الثلاث تلاف عشان تجيبها هنا هوت عشان تعمل مقارنة يبقى توفايند بيجيبيني وكم سنة تسع سنين ودول بقى مين يقول لي أقدر أجيبهم بطريقتين ياما أجيبهم هنا توفايند بيجيبيني وبان أرجع أشطهم زي ما عملت في الثلاث تلاف ياما واحد يقول لي ممكن أجيبهم هنا توفايند اف جيبيني وارجع to find B given F الحلين صح يبقى أنا أعتبر ده إيه أجيبها to find B given A وتلس سنين يبقى أجيبتها هنا هوت أرجع شرط to find B given F واحد يقول لي ممكن حل آخر يا دكتور أيوة أقدر أقول له هنا هوت الكلام ده ما فيش فيه فصال التلتمائل التلاتة ديت أوديها to find B given F زائد الأنيول ده ممكن أجيبه future وهو أنيول وحسب سعر الفايدة 10% وتلس سنين وارجع أضرب to find B given F و 10% بس مش وتسع سنين بقى و 12 سنة لإني في الحالة دي الحال ده صح لازم اديك رقم وحيد عندك وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته